السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم معي طبخة جديدة ممكن ناكلها عواف مثل ما نسوي في عدن خلوكم معاي لآخر الفيديو بالنسبة للمقادير معانا جزرة متوسطة ونصف كوسة كبيرة وكمان زهرة مقطعة صغيرة وبقدونس وكفزرة وفلفل أخضر وبصل أخضر وطحين الحمص وبكن بودر وشوية ملح هذه هي المقادير ببرش الجزر وكمان ببرش فوقه الكوسة وحط الزهرة بعد ما قطعتها صغير مثل ما تشوفون صغير جدا قطعتها وحطيتها فوق المقادير أو فوق الكوسة والجزر بعد كده بجيب الكبة وبحط فيها الكزبرة وبعد كده بحط فيها البقدونس والبصل الأخضر والبسباس الأخضر كلهم مع بعض وبطحنهم أو بفرمهم كلهم مع بعض في الكبة وطبعا اللي ما عنده كبة ممكن يقطعهم قطع صغيرة جدا هذا الطبخة ما تاخد وقت كثير وكمان صحية لأنها كلها خضارة ممكن تستخدمون أي نوع من الخضارة مش ضروري يكون جزر وكوسة وزهرة يعني الموجود معاكم حطوا حطوا بطاطا حطوا بصال حطوا اللي بتحطونه حطوه المهم يكون كله خضار يعني كله هذه الأكلة نباتية والآن بحط الخضار اللي في الكبة واللي طحنته بحطه في الوعاء مع بقية الخضار واخلطهم مع بعض بعد كده حطيت من طحين الحمص ملعقة ونصف هذا الحجين فوق الخضار اللي فربتحه وخط فوقه كمان ملعقة صغيرة بكمبودر وبدأ أحركهم مع بعض أعجمهم كلهم مع بعض طبعا بدون ماء عند الخضار ينزل حب الماء فيصير مع العجينة ويكون كافي طبعا أولا وضع العجينة بعض العجينة وعض طبعا فيه كثير من الطبخات مشابهة لهذه الطبخة اللي عملتها اليوم فيه طبخة من البحرين يسمونها كباب وفيه طبخات كمان في دول الخليج برضو بنفس الطريقة وانما يعني تختلف شوي بس هذي ممكن نعتبرها من الطبخات اللي هي من الهند أصلا بعد معجنتها تمام متل ما تشوفون وصارت لينة وممكن تلتم معاي في إيديها بهذا الشكل مثل الكباب ببدأ أحطها بهذا الشكل أو بشكل دوائر أو الطريقة اللي حبها وبعد كده أحط المقلة على النار وحط عليه شوية زيت علشان يسخن وبعد ما يسخن ببدأ أقلي الكباب أو أقلي الطبخة اللي عملناها اليوم طبخة الخضار اللي هي العواف خلونا نواصل ونشوف كيف بنعملها أول ما يبدأ الزيت يسخن أشكلها بهذا الشكل وحطها أول ما أشوف أنها نضجت من جهة أبدأ بالتقليبها بشويش عشان ما تتكسر بهذا الشكل أقلبها وأول ما أشوفها بدأت تتحمر من الجهتين أبدأ أطلعهم والآن بدأت أطلع بقية الكمية بهذا الشكل ونكون هنا خلصنا طريقتنا بعمل الكباب طريقة سهلة وسريعة وممكن تنفع في أي وقت يجيكم أحد على العصر عواف على طول ممكن تعملوها وبسهولة إن شاء الله تكون عجبتكم طريقتين في عمل العواف هذا وفي الأخير استودعكم الله ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل لك إذا أعجبكم الفيديو وشيروه مع الأصدقاء وهذه طبختنا ممكن تزينوها بالشكل اللي تحبوه سهلة وسريعة ومقرمشة متل ما تشوفون وتنفع لكل الأوقات حتى ممكن تستخدموها أو تطبخوها لكم كفطور الصباح برضو صحية وسهلة وفي الأخير أقول لكم تشوس